سيد الرئيس صفاتك وشيمك وقيامك كقائد حكيم فإنك مع المظلوم حتى تأخذ الحق له وإنك ضد الظالم حتى تنتزع الحق منه سيد الرئيس قال الفاروق عمر رضي الله عنه والله لو عثرت بغلة في بادية الشام لخفت الله أن يسألني عنها وأنت يا سيد الرئيس على خطى الفاروق عمر لا تنام حتى تطمئن على العباد والبلاد فلا نامت أعين الجبناء أما الآخرون ففي الفنادق يتسامرون ويصهرون وينتشون وأثناء الكوارث والابتلاءات يتغافلون عرفناك في الشدة وسنبقى معك في الرخاء فلا تتخلى فلا تتخلى عنا وتتركنا لمن سيغدر بنا لقد قال عمر يا ليت أم عمر لم تلد عمر فهم يتصارعون ويتنازعون همهم الترشح للرئاسة لا لمصالح الشعب والرعاية يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يحلمون ليل نهار بهذا المنصب سيد الرئيس إنا معك بأيد أمينة وقد أخلصت ووعدت فوفيت نحن على العهد فلا تتخلى عنا فنهلك بهم اللهم انصر عبدك أردغان إني أحبك في الله